اللي بيقرر يتمرد على المواصلات العامة ويحل الكيس ويركب تاكسي ده بيكون حد عاوز يريح نفسه يشتري جماغه إن شاء الله ما حد حوش بقى مظبوط يعني هصرف فلوس عشان استريح مش كده؟ اللي بيحصل في الغالب يا معلم بيكون عكس ده تماماً إزاي؟ إنت لو استجمعت شجعتك وقررت توقف تاكسي كويس؟ قررت؟ ليه بقى إن شاء الله؟ مين حضرتك؟ ها؟ مين انت عايز تاكسي تلاقي تاكسي؟ بالسهولة دي؟ لا طبعاً انت قررت مع نفسك ده قرر ما ده ده فيه ناس بتتدخل في الأمور ده فيه حاجات أكبر مننا بتسيطر على الحاجات دي كل شيء بقوان والصبر طيب اتقل كده أقف بقى الساعة اللي ربع على صلاح سلم وستنى تاكسي يعدي أو يهدي لما يعدي مش بمزاجك خالص عدى التاكسي هناخد نفس عميق خطوة لقدام ها؟ نقف وضع كده استعداد وهترمي اسم المكان اللي انت عايز تروحه في لحظة مصوتك في ودن يعني في الوقت ده المعدة التاكسي كده وودن السواق قدام بقى هتقوم رامي الكلمة على طول ثانية قبل ثانية بعد خلاء اللي باست كده مفيش لو اسم المكان اللي هتروحه طويل تختصره لازم اختصار زكي بحيث تدوس على الحروف المهمة اللي توصل المعنى عشان ننجز في جزء من الثانية ازاي؟ يعني مثلا لو رايح مصر الجديدة لو قلتها زي ما هي كده خلاص تبقى انسى مفيش ناكسي انسى هتقوم في الشارع طول عمرك مصر الجديدة لا خلاص اوضلوقتي في الدقي انسى هنعمل ايه؟ هنقول الجديدة بس هنحط قبلها الصد بتاعت مصر دي يعني س الجديدة خدت بالك تمسح بالصد وتفاهم الراجل تمام وكي ادي نقطة مهمة جدا بس دي عايزة عايزة تدريب لغة ويعني مرات بدنية لا بص اديك مثال تاني انت من سبع ثمان امثلة كده هتعرف كل المناطق اللي في مصر الليل حاجاز فيه حاجات طويلة وفيه حاجات عادية عندك مثلا ايه مثال تاني لو رايح ارض اللوة برضا هتقول ارض اللوة لا مفيش زمان هو دفعته بقت لوة ايه ده اختصر فبتاخد الضاد بس بتاعت اللوة وتاعت الارض ها؟ وضي اللوة ها؟ خدت بالك نتجرب كده مع بعض بسحب كده الضاد وضي اللوة ايوة بالظبط تاكسي وقف؟ تاكسي بقى دايما يعلمك انك تبص اللي بعيد هو بعد ما بيقلبها في دماغه كده يعني مصر جديدة وهسلم وردية اعدى على الوقت بحوكة على القهوة وحون شيء حلو يقوم واقف لك بيكون واقف فين؟ وقف بعيد بقى فانت تبص اللي بعيد طبعا نجري بقى بسرعة بعد ما غير رأيه واركب ريكبت؟ حمدالله على السلامة بص بقى معلم البروجرام جوه التاكسي كالادي معانا اولا توكشو كلام عن احوال البلد تحليل الموقف السياسي الراهن ومحاولة استدراجك لمناظرة سياسية عباسية سخنة اي حاجة عايز اعرف انت ايه؟ عايز اصنافك باي شكل فتليه عمال يجرب كده يروح ويجي لو هو مثلا يبتدي يقول لك يعني استغفر الله العظيم يعني اللي بيحصل ده فيشوفك انت مش نافع يقول لك يعني الناس دي عايزة ايه؟ مالهم ما احنا زي الفلق برضو مش جاي معا انا اقول لك بقى نصيحتي في الحتة دي اي حاجة يقولها لك سواء التاكسي في المنطقة دي يمين الشمال هتقول جملة واحدة بس ربنا يصلح الحال بس هم من ثلاث كلمة ما تكترش ربنا يصلح الحال ربنا يصلح الحال قال لك يرديك كده مش مهندس اللي احنا في ربنا يصلح الحال كده بيتزنق وبيغير الموضوع كده بيستدرجون الحال بيسحبوك طبعا ما عايز يكشفك بس ربنا يصلح الحال دي مظبوطة بقى يتخلص على طول الطريق يقول لك اي حاجة ربنا ان شاء الله ربنا يصلح الحال في معانا في البروجرام كمان حالة فقدان الهوية ده منتشر جدا ومعروف بيتعرف من اول لحظة لايه كلام السواء تدى بايه على فكرة انا اصلا مش سواء تاكسي يبدأ الهاري بقى بعدها ساعات بيبقى لسه راجع من امريكا من اسبوع كان شغال في ناس او هو دلوقتي نازل في مهمة سرية اي حاجة المهم ان هو مش سواء تاكسي النوع ده بيبقى محتاج احتواء يعني اديله ثقة في نفسه حسسسوا انك سعيد معاه زي ما هو بغض النظر عن اي تفاصيل وان ماضي مايفرقش معاك في حاجة ولا جزروا التاريخية هتأثر على رحلتك وعلى علاقتك احتويه فاهم طب طب عليه كده انا بحبك زي ما انت انت ليه عايز تفهمني حاجة تانية انت جميل وطبعا اوعى تقترح طريق على السواء اوعى هيقعد يسألك بوبتاعه وبش عارف اي ترد السؤال بسؤال قال لي هو اللي يختار لانك لو قلت اي اقتراح وطلع الطريق فيه زلط مثلا على الارض هنقرزك بالكلام طول الطريق سما كنا خدنا الكوبرة يا باشمونس يلا كان لازم تمشينا بالطريق اللي فيه مطبات هواية ده والشألبة اللي احنا فيها هتحزن على ايه سيبه هو يعمل البتاع وقعد انت نقرزه لو حبيت لو انت فاض يعني طبعا انت هتفكر تركب اي مواصلة تانية غير التاكسي غلطان لان مشاكل التاكسي على قد حجمه بص في المواصلات عندنا في قاعدة كلما المواصلة كبرت مشاكلها كبرت معها يعني مثلا الميكروباص انت مش هتعرف تقعد قدام ابدا الا لو معاك كارت من شخصية مرموقة مثلا لو قعدت في اي مكان مش هتتبست ونصيحة مني لو عايز ما تتعبش في الميكروباص اقعد على الكنبة المقدسة الكنبة المقدسة دي اللي هي الكنبة الاخيرة وانت قاعد على الكنبة دي انت ملك ما بتلمش اجرة ما بتنزلش عشان تنزل حتى وايا كان اللي هتقوله الناس هتاخد به ليه لان هم مش شايفينك صوتك جاي من اخر الدنيا كده عارف يا شيوس اللي صوته عامل كده ده بيبقى بيتكلم صحة غالبا انما بقى لو لا قدر اللاكنة الكنبة الاخيرة مليانة يبقى انت كده في خطر خاصة لو قدام او على الكرسي القلاب حتى شوف اسمه اسمه قلاب يعني ملوش امان في ثانية يغضر بيك المترو مثلا لانه اكبر مواصلة موجودة دلوقتي يعتبر ده مرحلة الوحش مليان اكشن بقى من اول السلم شراء التذاكر انت لو بتاخد التذكارة ببالاش مش هتلاقي الناس بتموت نفسها على الشباك بالشكل ده الساسبينس اللي عند المكناة اللي بندخل فيها التذكار عشان نعدي دايما بيبقى فيه ست مكينات واحدة بس اللي شغالة تقريبا بيعملوا مسابقات اللي يروح على المكناة السليمة من اول مرة يكسب عجلة فالهروج من التاكسي مش حل طبعا التاكسي دلوقتي ظهر له عدو اوبر كل ما بتيجي سيرة الاوبر تلاقي سواء التاكسي بتادي يقول كلام مش مفهومش سالله على عسي يا شا على عسي يا شا حاجات مش مفهومة بس بيدايقهم عدو كده انا بحس ان الفرق بين اوبر والتاكسي العادي عامل زي الفرق بين الراجل قبل الجواز وبعد الجواز اوبر بقى بيبقى عامل ايه زي الوادي الشيك مرحلة الخطوبة لبس جديد مكوي ستايل اخر موديل سنجة عشرة بارفان فواح الصبت زي اوبر عربية فولة اخر موديل فيها فواحة بينك ما يسألش رايحة فين انا معاك يا روحي انت تؤمريني تكلميه اي وقت ييجي لغاية عندك كده تاكسي العادي بقى عامل زي الراجل بعد الجواز خلاص سقف الثقة بين الطرفين ارتفع ضمن الست هالف كويس انها ما تستغناش عنه او لا ومتأكد من جوانها بتحبه ومحتاجاله الاسباب تانية كتير خالص غير الشكل والريح او ليه بقى لابس لبس مكرمش موديلات عجيبة شبش بصبع ولا فواح قصدي ولا برفان ولا كلونيا ولا الكلام الفارغ ده كله خلاص خلاص العلاقة بقت متينة وعميقة مش محتاجة الشكليات دي لكن فيه سواقين تاكسي زي العسر عموماً انا دايماً بنزل من التاكسي والسواق صاحبه وجد والله انا في بيتي عامل زي التاكسي لاب ينت من الاخر يعني مش اوبر خالص المراتة وهي نازلة من البيت تطلب فلوس فقولها والله قبلة يعني البنزين غلي والعدات بايز زي ما حضرتك شايفة كده انا اصلاً ده مش بيتي يعني انا شغال عليه بعد الظهر هم حاجة بس انت نازلة بالله يعني بالراحة على الباب كده وانت بتقفليه وربنا يصر لك طريقة مدام شفت؟ نفع التاكسي وقال انت يرايك والله ربنا يصلح الحال ده فهم